ينضم إلينا من القدس المحتلة فراس ياغي كاتب وباحث سياسي أهلا بحضتك معنا أستاذ فراس الآن حكومة تنياهو حين أخذت قرارا باغتيال العروري بالتأكيد كانت لديها حسابات بالتأكيد تناقشت في الرد كيف سيكون الرد بالتأكيد تناقشت في المكان في الضاحية الجنوبية إنما في نهاية المطاف أخذت هذا القرار لم تهتم بأن تقاتل على جبهتين في الجنوب وفي الشمال في آن واحد لماذا برأيك؟ لأن إسرائيل في مأزك في قطاع غزة وهناك استعصاء حقيقي في داخل القطاع لأنها استنفذت كل أهدافها في شمال وشرق قطاع غزة ورأيناها تتحدث عن انسحاب لهدة ألوية من داخل القطاع ولتزال المقاومة في قطاع غزة ويحدد أن شرط الإفراج عن الأسرة والمحتجزين في داخل القطاع هو بوقف إطلاق نار شامل في القطاع والانسحاب من داخل القطاع هذا أولا وثانيا لأن جزء من أهداف إسرائيل في معركتها هو كما أعلنت تقويد حماس وتدمير حماس وساحق حماس وأحد الأهداف المحددة هي الإغتيالات لقيادات حماس بهذا القصوص وقبل شهر تحدث نتنياه حول ذلك وقال بأنه أعطى الضوء الأخضر للمساد الإسرائيلي لكي يكون بعمليات إغتيال لقيادات حماس هذا ثانيا أما ثالثا فإسرائيل تريد أن تقول للمقاومة في لبنان أن قواعد الاشتباك قد تغيرت وأن ما دام لا يزال اللبناني يوجه سلاحه إلى جبهة الشمال ويشغل جبهة الشمال ويقوم بعمليات في داخل الشمال فإسرائيل أيضا سوف تغير كل قواعد اللعبة في العلاقة مع حزب الله وقواعد الاشتباك هناك فقام بهذه العملية للتأكيد على ذلك وأنه مستعد للذهاب إلى أقصى الهاوية يعني هو مستعد للذهاب إلى الحرب عندما يتم اغتيال رضا موسوي في سوريا واغتيال صارح العلوري في الضاحية الجنوبية فهو بوضوح يشير إلى أن إسرائيل جاهزة للحرب بهذا الخصوص النقطة الرابعة من وجهة نظري أن توسيع المعركة هي لتوريط أمريكا في المنطقة وجر أمريكا للمعركة في داخل منطقة الشرق الأوسط لأن إسرائيل أصبحت لا تستطيع أن تعيش مع مقاومة في الجنوب ومقاومة في الشمال وأن الأمن والاستقرار الداخلي في داخل إسرائيل تزعزع وأن ثقة الجمهور أيضا بإمكانية استمرار إسرائيل تزعزعت وثقة الجمهور بالقيادة السياسية والعسكرية تزعزعت بهذا الخصوص لذلك هو يستدعي معركة لعله وعسى يتدخل معه الأمريكي في هذه المعركة طيب اسمح لي سيد فراس أن نتوقف ماليا عند هذا المحور الأخير فكت أن ربما أقدمت إسرائيل على اغتيال العروري في الضحية الجنوبية في لبنان لجر لبنان عمدا إلى مواجهة حتى تجبر الولايات المتحدة ربما على أن تجر هي أيضا إلى هذا الصراع وهناك كذلك في هذه النقطة تحديدا سيد فراس من يقول أن عملية الاغتيال العروري جاءت بعد ساعات من إعلان البينتاجون أن حاملة الطائرات الأكبر والأطخم والأقوى في العالم جرال فورد ستغادر المنطقة خلال أيام فبالتالي أرادت إسرائيل أن تشعر الأمريكان بأنها في خطر حقيقي هكذا يقول البعض إنما السؤال الآن يا سيد فراس في هذا المحور تحديدا هل تعتقد حضرتك أن الولايات المتحدة من الممكن فعلا أن تنخرط علانية في مواجهة عسكرية بالمنطقة؟ يعني بداية انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية من البحر الأبيض المتوسط هي باتفاق مع الجانب الإسرائيلي فهذه حاملة الطائرات جاءت لردع إيران وليس لردع حزب الله في المعركة البعض يقول أنها موجودة أيضا من أجل تحديد طبيعة قواعد الاشتباك في جبهة الشمال خوفا أن تتوسع ولكن حقيقة هي بالأساس لمنع إيران من التدخل في المعركة بهذا القصوص وليس موجهة ضد حزب الله لأن إسرائيل قادرة على مواجهة المقاومة في قطاع غزة وقادرة على أن تقوم بعمليات في داخل الجبهة اللبنانية ضمن القدرة العسكرية والإمكانية التي موجودة لدى إسرائيل من حيث سلاح الجو وقدرة سلاح الجو على التدمير ترجمة نانسي قنقر